الوقفة الثانية في بيان معنى المنهج اليماني بنحو مجمل هناك مشكلة في الثقافة الشيعية لأن الشيعة لم يثقف بثقافة العطرة وإنما ثقفوا بثقافة المرجعية الطوسية البترية وهي ثقافة لعينة قذرة ووسخة جداً تبعد الشيعية عن إمام زمانه لا بد أن تفرق بين الشخص اليماني وبين المنهج اليماني الشخص اليماني بالنسبة لنا ليس مهماً سيكون مهماً إذا ما جاء في السياق الذي رسمته لنا الروايات والأحاديث أتحدث عن اليماني الذي يشكل علامة فارقة وواضحة في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا السفياني لا بد أن يظهر في الشام وأن نشخص ظهوره وشخصه بشكل واضح وبعد ذلك نشخص القراساني الذي سيظهر في إيران تشخيص السفياني أسهل من تشخيص القراساني وتشخيص القراساني أسهل من تشخيص اليماني لماذا؟ لأن السفيانية شخصية سياسية سيتحدث الإعلام العالمي عنه وكذلك الخراساني أيضاً أما اليماني فما هو بشخصية سياسية؟ سيقبل من اليمن لذا فإننا إذا ما ظهر السفياني نستطيع أن نشخصه بسهولة وكذلك نستطيع أن نشخص القراساني بسهولة لأن الروايات حدثتنا عن أشخاصهم وعن أوصافهم أما اليماني فإن الحديث عن منهجه ميزة اليماني منهجه ولذا فإن رايته أهداء الرايات فعلينا أن نفرق بين المنهج اليماني وبين الشخص اليماني الشخص اليماني الذي يجب علينا أن نمصره وأن نكون معه ذلك يكون حينما تتحقق العلامات أما في زماننا هذا فإن البحث عن الشخص اليماني لا معنى له ولا فائدة فيه علينا أن نبحث عن المنهج اليماني المنهج اليماني يعني دين القائم ما جاء في سورة البين وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنني أقرأ من الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البين وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة في أحاديثنا الشريفة وذلك دين القيمة وذلك دين فاطمة وذلك دين القائم هذه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم دين القيمة دين فاطمة لأن القيمة فاطمة وهو هو دين القائم المنهج اليماني هو هذا هو دين القيمة هو دين القائم فعلينا أن نفرق بين المنهج اليماني وبين الشخص اليماني اليماني الذي أمرنا بطاعته ونصرته حين خروجه إنما كانت له هذه المنزلة لأنه على المنهج اليماني ليس نسبة له المنهج اليماني الدين اليماني الإيمان اليماني الحكمة اليمانية هذه مصطلحات وضعها رسول الله بعيدا عن اليمني وغير اليمان هذه مصطلحات دينية أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان حديث النبي الذي يبدأ في الصفحة الثانية والستين والذي يرقم بالحديث السابع والعشرين حديث طويل حدثنا به جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه حدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله يقول لرجل قال ما قال من كلام أنا لا أجد وقتا كي أقرأ الحديث بكل تفاصيله الإيمان يماني والحكمة يمانية ولولا ولولا الهجرة لكنتم رئا من أهل اليمن أتعلمون أن دار الهجرة وهي المدينة أهلها أصلهم من اليمن ما هم من الحجاز قبائل الأوس والخزرج يمانيون فالمدينة يمانية ومكة يمانية واتهامة من اليمن تهامة من اليمن ومكة من تهام والمدينة من تهام وأهل المدينة الأوس والخزرج يمانيون هذه قبائل جاءت من اليمن وقطنت هنا قطنت في المدينة من القبائل القحطانية اليمانية ما هم من القبائل العدنانية الحجازية لا أريد أن أدخل في تفاصيل البلدان والقبائل هذه مصطلحات دينية الإيمان يماني والحكمة يمانية ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن لنسبت نفسي إلى اليمن لأن مكة يمانية فمكة من تهام واتهام من اليمن والمدينة يمانية لأن المدينة من تهام ومحمد تهامي صلى الله عليه وآله إنه نبي مكي مدني تهامي فمكة والمدينة من تهام واتهامة من اليمن ولا أريد أن أفصل في هذه الجهة إنما الدين يماني الإيمان يماني هكذا يقول رسول الله الإيمان يماني والحكمة يمانية الحكمة هذه هي هي التي ذكرت في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يصنع لهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه هي الحكمة اليمانية إنها الحكمة المحمدية إنها الحكمة المكية إنها الحكمة المدنية إنها الحكمة التهامية هي هذه الحكمة اليمانية ما جاء في سورة البقرة في الآية التاسعة والستين بعد البسملة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب هي هذه الحكمة اليمانية في الآية التي قبلها والله واسع عليم ثم تأتي هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ماذا جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 207 إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكلين عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام هذه هي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن صاحب الأمر يسقي أولياءه زمان غيبته كؤوس الحكمة صباحا ومساء هذه هي الحكمة اليمانية عليكم أن تفرقوا بين الشخص اليماني وبين المنهج اليماني وإنما كان الشخص اليماني يمانيا لا لأنه من اليمان هذه جهة ثانوية لأنه على المنهج اليماني فكان اليماني يمانيا لأنه على الحكمة اليمانية فعليكم أن تبحثوا عن المنهج اليماني وليس عن الشخص اليماني الشخص اليماني يمكن أن يحدث فيه البداء إذا حدث البداء في السفياني فإن منظومة العلامات ستتغير وحينئذ سيحدث البداء في اليماني وفي الخراساني وفي سائر العلامات الشخص اليماني ليس مهما عندنا الآن إذا جاءت منظومة العلامات كما رسمت لنا وكما نتصورها ونعتقدها بحسب قراءتنا للأحاديث والروايات إننا ننتظره ونرتب الأثر العملية بحسب ما أمرنا أئمتنا إذا ما ظهر اليماني ولكننا نحن الآن في زمان ليس فيه اليماني نحن نتحدث عن المنهج اليماني وعن الحكمة اليمانية فعليكم أن تفرقوا أن تفرقوا بين المنهج اليماني والحكمة اليمانية نذهب إلى فاصل قم 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 يا حذر بناتك شوف بالطف يا حذر كانت بمنظر خدر هي اليوم صبح غير ومنظر زر جالت بوطان صارت بالخيام وتسكن الورد حتى الخيام بقال هي محصنة وما يمسها كل شر لن الأهل فوق السرة كلا جسد متوزرة ولن الاخيام موجرة لنها متسلب الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم بخيام عليها تتلعى بمسالبية عايزين يا أيام 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 عايزين يا أيام 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 عايزين يا أيام يوم الغال يحمونك يوم يوم من حذة الكرون ويطلت يا أيام أضرب لكم مثالا الشيخ المجلسي حين ألف بحار الأنوار هذه الموسوعة الحديثية الحديثية العظيم في أول صفحة من كتاب بحار الأنوار أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من أجزاء البحار في المقدمة ماذا قال المجلسي بعد البسملة والتحميد أذهب إلى موطن الحاجة وهو وهو يتحدث عن موسوعته هذه عن موسوعة بحار الأنوار وبنيرات البراهين أخرج ضحاها في البداية هكذا قال الحمد لله الذي سمك سماء العلم وزينها ببروجها للناظرين إلى أن يقول وبنيرات البراهين أخرج ضحاها ومهد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحها وهيأها لأزهار أسرار العلوم الربانية فأخرج منها ماءها ومرعاها ومهد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحها الحكمة اليمانية أحاديث أهل البيت هو هنا يستعمل هذا المصطلح الديني الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقائق الدين هذه هي الحكمة الحكمة اليمانية والمنهج اليماني والبرنامج اليماني هو الذي يجب علينا أن نبحث عن أن نتعلمه في المنهج اليماني في الحكمة اليمانية يجب على الشيعي أن يكون متعلماً متعلماً على سبيل النجاة التقليد يكون للهمج الرعاء من الشيعة فللعوام أن يقلدوه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا للهمج الرعاء من الشيعة الشيعة الذين هم على درجة من الوعي والذكاء والفهم والثقافة والعلم يجب عليهم أن يتعلموا دينهم أن يتفقه في دينهم بحسب وقتهم بحسب الإمكانات المتوفرة لديهم فأنا المتخصص متعلم على سبيل النجاة وأنت الذي تريد أن تتعلم مني متعلم على سبيل النجاة أيضاً وأقول لكم العمل بالرسائل العملية للمراجع ما هو عمل بعلم إنكم لا تتعلمون من الرسائل العملية لماذا؟ لأنهم هم لا يعتقدون بعلميتها حينما يقولون لكم في أول الرسالة العملية من أن العمل بهذه الرسالة مجزء ومبرئ للذنة إن شاء الله تعالى هذا يعني أنه لا يعتقد بصحتها بشكل قاطع وواضح فهذا ما هو بعلم أما ما يفتي به المرجع من الفتاوى بمستوى الاحتياط الوجوبي أو بمستوى الاحتياط الاستحبابي هذا جهل هذا جهل الفقيه لا تهجم عليه اللوابس الذين يصدرون الفتاوى بالاحتياط الوجوبي وبالاحتياط الاستحبابي هؤلاء قد هجمت عليهم اللوابس الصورة ليست واضحة عندهم هم لا يجوز لهم أن يعملوا بفتاوى هذه عليهم أن يذهبوا إلى فقيه الصورة واضحة عنده من أفتا بغير علم وكذلك من عمل بغير علم لا من عمل بغير تقليد فعمله باطل من عمل بغير علم عمله باطل من عمل بغير تقليد لا لا يكون عمله باطلا وإنما ننظر إلى عمله كيف أنجز العمل هل أنجزه وفقا لعلم أو من دون علم أما هذا التقليد الكهنوتي الذي شرعه لنا الطوسي ومن جاء من بعد الطوسي هذا لا علاقة له بالمنهج اليماني وبالحكمة اليمانية على سبيل التطبيق اليماني الممدوح حينما يخرج يدعو الشيعة إلى إمامها لا يدعو الشيعة إلى نفسه فهذا يعني أن التقليد للإمام وليس له وهذا هو المنهج اليماني الأصيل لأن التقليد يعني التسليم والتسليم لا يكون إلا للإمام المعصور نعم هناك تقليد فرعي لعوام الشيعة للهمج الرعاع من الشيعة أمير المؤمنين هو الذي قسم الشيعة إلى عالم رباني وهو الإمام المعصوم والناس ثلاثة عالم رباني وهو الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة المتخصص الفقيه من فقهاء العترة الطاهرة والذين يتعلمون منه وهذا الفقيه لن يكون فقيها ما لم يفتي بعلم والإفتاء بعلم يعني أن الصورة واضحة لديه لا يحتاج إلى احتياطات وجوبية و احتياطات استحبابية حينئذ ما هو بفقيه لأن اللوابس قد هجمت عليه ولذا ذهب إلى هذه الاحتياطات الفقيه لا تهجم عليه اللوابس لا بد أن تكون الصورة واضحة عنده القرآن يشهد بذلك في الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة إنها أطول آية في الكتاب آية الدين التي أولها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية الآية في بيان سلسلة من الأحكام الشرعية ماذا جاء في آخر الآية واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله الآية من أولها إلى آخرها لا تتحدث عن التوحيد الكلام الكلام في الفتوى إنها المعاملات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أحكام شرعية في باب المعاملات ماذا تقول الآية واتقوا الله هذه التقوى مقدمة ويعلمكم الله الذين يتقون سيصل إليهم العلم إما أن الإمام الحجة يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنته أو أنه يسقيهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء كما يقول أمير المؤمنين أو أنه سيفهمهم فإن آل محمد لا يعدون الفقيها من رواة الحديث عند الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فقيل للصادق صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث من الذي يفهم هذا الفقي إمام زمانه عبر الألطاف الخفية مثلما يلقي حقائق التفسير في مسامع أوليائه وكل هذا مر علينا في كلماتهم وأحاديثهم لا أريد أن أعيد التفاصيل المتقدمة الآية تتحدث عن هذا المسار واتقوا الله ويعلمكم الله هذه هذه التقوى هي التقوى التي تحدثت عنها الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران وهي آخر آية في السورة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة بحسب تفسيرهم لقرآنهم يا أيها الذين آمنوا صبروا أصبروا على دينكم أصبروا على فرائض دينكم على أحكام دينكم على حقائق دينكم وصابروا صابروا أعداءكم والأشد عداء هم الذين يكونون من أبناء جلدتكم وصابروا وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم ورابطوا القائمة من آل محمد هذه كلها تأتي بعدها التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى التي يتفرع عليها العلم مثل ما جاء في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله يأتي العلم وتأتي البصيرة بعد هذه التقوى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حينئذ سيأتيكم العلم ستعلمون من دون معلم هؤلاء هم الذين يكونون حجة من قبل صاحب الزمان للذين يؤلفون الرسائل العملية استنساخا على الرسائل العملية التي ألفت قبلهم ويغيرون فيها بعض الكلمات ثم بعد ذلك يقولون للناس من أن العمل بها مجزئ ومبرئ للذن لأنهم لا يثقون بما جمعوه في هذه الرسالة العملية وهم يعملون بخلافها ويقولون من أننا نصدر الفتاوى ولا نريد أن نخالف مشهور الشيعة ويعملون بخلاف المشهور وهم ليسوا متأكدين أيضا من عملهم بخلاف المشهور هم ليسوا متأكدين لا من قول المشهور ولا من القول الذي يخالفون فيه المشهور هم في حيرة من أمرهم ويصدرون الفتاوى بعنوان الاحتياط الوجوبي وبعنوان الاحتياط الاستحبابي ويأذنون لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم في هذه المسائل لماذا؟ لأن صورة ليست واضحة عندهم أي علم هذا؟ وأية فتاوى هذه؟ هذه مسخرة ومهزلة ماذا؟ نقرأ في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس ينقل رواية عن كتاب الرسائل للكليني كتاب معروف لكنه لم يصل إلينا لصاحب الكافي ينقل هذه الرواية عن كتاب الرسائل للكليني وكان الكتاب عنده في مكتبته في مكتبة ابن طاووس المتوفى المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة للهجرة هذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي الطبعة الثالثة ألف أربعمائة وثلاثين هجري قمري صفحة 211 ابن طاووس ينقل عن كتاب الرسائل للكليني صاحب الكافي ينقل الكليني عمن سماه عمن ذكر اسمه قال كتبت إلى أبي الحسني عليه السلام كتبت إلى أبي الحسني عليه السلام يعني إلى إمامنا الهادي بحسب القرائن الرواية عن إمامنا الهادي لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فأحد أصحاب إمامنا الهادي كتب إليه إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه هناك أمور فيما بين الشيعي وإمامه ويريد ويريد أن يحدث إمامه بها لكنه ليس قريبا من إمامه فماذا يصنع عنده حاجة إلى إمامه هذا السائل كتب رسالة إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه كتبت إلى أب الحسني عليه السلام أن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه وفي بعض النسخ يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه فكتب إليه الإمام الهادي إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك ناجي إمامك خاطبه فإن الجواب يأتيك هذا منهج الحكمة اليمانية هذا منهج العثرة الطاهرة بعيدا عن منهج الحوزة الطوسية البترية المرجئية لاحظوا أن الأئمة ماذا هيئوا لنا وماذا صنعوا لنا وماذا أسسوا لنا ولاحظوا أن غبران النجف وكربلاء ذهبوا في أي اتجاه هذا هو منطق القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله منطق القرآن هذا ماذا نقرأ في تفسير القمي هذه الرواية رواية عجيبة ومهمة جدا مهمة جدا إنها تشرح الكثير والكثير من الحقائق إنها تشرح الدين كله من أوله إلى آخره رواية موجزة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والأربعين من تفسير القمي علي ابن ابراهيم يقول حدثني أبي أبوه ابراهيم ابن هاشم القمي رضوان الله تعالى عليه حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير إنهم خيرة رجال الشيعة عن جميل إنه جميل ابن دراج من خواص الصادق صلوات الله عليه فإنه حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال له رجل من أصحابه قطعا جعلت فداك إن الله يقول أدعوني أستجب لكم وإن ندعو فلا يستجاب لنا هذا وعد وعهد من الله أن نتوجه إليه بالدعاء وهو سيستجيب لنا قطعا هو يقول هو يأمرنا أدعوني أستجب لكم إن الله يقول أدعوني أستجب لكم وإن ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده لا تفون لله بعهده وإن الله يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم كونوا أوفياء مع الله سيكون الله وفيا معكم هذه الرواية تشرح الدين كله عجيب كلامه عجيب كلامه غريب أمره محمد محمد وآل محمد غريب أمره غريب 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 أمره عجيب عجيب كلامه جعلت في ذاك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ثم ماذا يقول إمامنا الصادق أيها تكلمة والله الإمام يقول والله لو وفيتم لله لو وفى الله لكم واتقوا الله ويعلمكم الله الذين يتقون حقيقة بحسب ما جاء في الآية المئتين بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله إذا كانت التقوى بهذا المستوى فإن الله سيعلمنا سيعلم ذلك الفقه واتقوا الله ويعلمكم الله طبقوا هذه القوانين هذه قوانين الله وَاللَّهِ بحسب قذارات علم القنادر علم الرجال بحسب قذارات حوزة الطوسي هذه الأحاديث ضعيفة وهذه الروايات التي أذكرها لكم ما هي بمقبولة عند القوم لخبائهم لخبائهم لسوء توفيقهم طحين حاض طحين حاض طحين صبخ هذا هو واقع مراجع النجف وكربلا صاحب الأمر ماذا يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته أنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان من الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة من الرسالة الثانية من إمام زماننا التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمائة واثنى عشر للهجرة في آخر الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم مثل ما جاء في الآية وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والإمام الصادق يقول والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا وليس بالألطاف الخفية بالألطاف الجلية بشكل مباشر لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إن كان من الألطاف الجلية أو من الألطاف الخفية فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ما هو هذا الشيء بيّنه الإمام في الرسالة الأولى أنا أقرأ عليكم من الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة ماذا قال الإمام فيها؟ ومعرفتنا يخاطب مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم أكثر المراجع آنذاك أما في زماننا كل المراجع من أولهم إلى آخرهم بالنسبة لي لا أستثني أحداً بحسب معرفتي بأحوالهم والطلاع على كتبهم وآرائهم سخافة في سخافة وتفاهة في تفاهة يخالفون محمداً وآل محمد في كل شيء ومن هنا قلت لكم في الحلقات الماضية من أنني أعمل بهذه القاعدة معهم الصواب في خلافهم والرشاد في خلافهم مع مراجع النجف وكربلاء لا مع نواصب سقيفة بني ساعدة لا شأن لي بأولئك قضيتهم واضحة معروفة مشكلة مع هؤلاء مشكلة الشيعة مع هؤلاء قاعدة الصواب في خلافهم تنطبق على هؤلاء على الطوسيين المرجئيين البتريين الإمام هكذا يقول ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم خانوا خانوا العهد ما هم بأوفياء ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الألطاف الجلية والخفية انقطعت عنهم لماذا؟ لأنهم خانوا العهود والمواثيق ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الإمام الصادق يقول والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم وهذا هو مضمون كلام إمامنا الهادي إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك إذا كنت وفيا فإن الجواب يأتيك فإن الجواب يأتيك في روايات أخرى فإن الجواب يلقى يلقى في قلبك وصدرك من أخلص لله أربعين صباحا أخلص يعني كان وفيا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من هو الذي يفجر ينابيع الحكمة في قلوب المخلصين إنه صاحب الأمر إنه إمام الزمان بالضبط مثل ما يقول إمامنا الهادي هنا إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك إذا لم يأتي الجواب لأنك لست وفيا كن وفيا سيأتيك الجواب الإمام هكذا أعطانا هذا العهد والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم هذا هو المنهج اليماني الذي أحدثكم عنه عليكم أن تفرقوا بين الشخص اليماني وبين الحكمة اليمانية هذه هي الحكمة اليمانية التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة عند المخلصين عند الأوفياء وليس عند الغبران من آيات الله العظمى من لصوصي وسراقي صاحب الأمر نذهب إلى فاصل